نحن هديك السنة بيعتقد بأكتوبر حكينا أنه طلعنا هيدا الخبر وحكيت عنه أنا أنه كانت السيدة فدوة حمود اللي هي تشغل منصب المحامي الاستقناف العام في ولية ميشيغن اللي هو بيعتبر تقريبا رابع أكبر منصب بالولاية بعد الجوفرنور والنائب الجوفرنور وغيره كانت هي أول امرأة عربية مسلمة ترافع أمام المحكمة الدستورية العليا في الولاية المتحدة الأمريكية هيدا بحد ذاته كان حدث تاريخي ولا مرة صار بأمريكا بحد ذاته كان حدث تاريخي بس اللي صار واللي عرفنا عنه نحنا بالأيام القليل الماضية أنه فدوة قدرت تربح القضية تبعها أمام المحكمة الدستورية العليا يعني مش بس والله راحت لهونينكي ورافعت نيابة عن ولية ميشيغن تمثل الولاية كلها والقرار اللي اتخذته المحكمة الدستورية العليا مش بس بأثر على ولية ميشيغن بأثر على الولايات كلها بس كمان ربحت القضية تبعها تم يعني بناء على بيان صدر عن المكتب المدعية العامة لولية ميشيغن دانا نسل أعلن أنه المحكمة العليا والقضاة صوتوا بأغلبية ستة لثلاثة بأنه تفوز هذه القضية وفدوة تربح قضيتها أمر أمر مهم جدا وله دلالات أصلا حتى على الولايات التانية كما ذكرت أنا وهو يتعلق بأنه هل يمكن لقادي فدرالي أن يستبدل حكم صادر عن محاكم الولايات هلأ بناء على حكم هذه القضية أو تلك القضية صارت هلأ لا يعني ما في يجي هلأ قادي فدرالي ويجي يستبدل حكم صادر عن محاكم الولايات إلا في حال تعارضه مع القانون ده هو دلالي كتير كبيري هذا الموضوع أكيد فدوة كانت عم بتقول أنه هيدا منه إنجاز فقط شخصي لألة ومهني بل هيدا كان القرار المناسب بموجب القانون والقوانين المرعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت أنه هي بتشعر بالفخر والشرف لتمثل الولايات ولا تكون عم بترافع أمام المحكمة الدسترية العليا بأكتوبر لما كانت عم بتحضر لهيدا الموضوع فدوة استغرقت التحضير لهيدا المرافعة أكتر من شهرين من العمل المكسف مع الفريق الخاص فيها وصفته يعني بما يعادل التحضير لسباق ماراثن أنا من الأشخاص اللي بعرف فدوة على الصعيد الشخصي يعني كنا من النوادر لحتى نشوفها لأنه كانت منكبة على موضوع التحضير لهيدا المرافعة التاريخية دينا نسل آلة المدعي العامي في الولايات مشيجن بأنه فخوري كتير بانتصار فدوة وقالت أنه فدوة هي باحثة قانونية ومحامية تمثل الولايات بكل فخر ومن قناة شو الأخبار من إلا لفدوة أنه نحن كمان فخورين فيك كتير وبنشاحاتك وإنجازاتك وإلى المزيد والمزيد إن شاء الله